السلام عليكم و مرحبه بكم معي من جديد في قناة مريم فيلالين اتمنى تكونوا كاملين بالف خير يا رب افسحه جيده ويلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم اجبت لكم واحد الوجبه ديال الغداء او للعشاء خفيفه صحيه رائع جدا القطبان بتتبيله جدا رائعه والبطاطي حتى هي متبله بتتبيله رائعه في الفرن بلا تماره بلا مجمر بلا والو تابه معي المقادر وطريقة التحضير بالنسبه المقادر غادي نحتاجوا الكاباب يمكن لكم تعاوضوا حتى بصدر الدجاج حتى هو كيجي رائع ودروا لي نفس التتبيله غادي نحتاجوا واحد البصله كبيره اللي يمقطع الى مربعات صغيرة يمكن لكم تفرموها او لا تحكوها بالنسبه التوابل عندي الزنجبيل وعندي الفلفل اسود وعندي الكيمون و الفلفل احمر او التحميره وعندي النياء وحد الملعقة كبيرة ديل المعدنوس وعندي سلسة السوجه غادي نحتاجوا معالق كبار وغادي نحتاج زيت الزيتون و الملح كليكم ستعملوا زيت المائدة غادي نضيف البصل نضيفوا التوابل ونضيفوا المعدنوس زيت الزيتون غادي نضيفوا واحد جوج معالق كبار ديل سلسة السوجه ومن نضيفوا الملح نتابوه الملح حق السلسة السوجه كتكون مالحة الملح دائما على حسب الضغوك نحاولوا اننا نحرركوا هاد شي مزيان خلطوه حسن ندخلوا هاد التوابل في هاد اللحم مزيان هذا الشكل من بعد غادي نغطيه بلاستيك الغدائي وغادي نوضعه في تلاجة كل ما بقى في تلاجة وخايف يبقى حتى ليلة كاملة عاد يزيد كي ولي مزيان انا غادي نخليه غير ساعة فقط حقاش مزروبة وعندي هنا البطاطيس اللي قطعت على هاد الشكل وغادي نحتاج معها الفلفل احمر وفلفل اسود او لطح ميرا وليبزار الزيت والملح غادي نوضع هاد الفلفل اسود والفلفل احمر عليها وغادي نزيد عليها الملح على حسب الضوء امكان لكم تزيدوا عليها اما الزيت واحد الملعقة هي الزيت كبيرة او لا ملعقة هي الزبدة مدوبة وغادي نحركوا هاد شكل هادا وغادي نوضع واحدة هي في تلاجة مع اللحم حتى تشرب توابل من بعد ما تشرب لنا اللحم توابل كيف ما كتشوفو غادي نحتاج للتزيين البصل والفلفل اخضراء المقطع الى مربعات و هاد القطبان ديال الخشب بلي رقدهم ساعة في الماء رقدوهما البنات في الماء باش ما يتحرقوش ليكم ضروري ضروري باش وخاك تديرهم في الفران ما كيتحرقوا ما كيبقى عليم تشي حاجة نديرو شبانيو ديال الماء و رقدوه فيهم نص ساعة قبل ما تستعملوهم و غادي نبدك نعمر القطب ديالي على هاد الشكل كندير قطعة ديال اللحم قطعة ديال الفلفل الاخطار يمكن لكم ديرو حتى الفلفل الالوان على حسب متوفر ديالكم على حسب المتوفر عندكم عفوا او يمكن لكم ديرو الطماطم الصغيرة او الطماطس وغيز حتى هي كجي رائعة في القطبان سافي وكنستمر بهذا الشكل حتى كنكمل الكمية اللي عندي وفي هاد الاثناء عندي الفران كي سخون سافي ووضعتهم في واحد دلاتة ديال الفرن اللي فرجتها بورق الفرن ووضعت الجانب ديالها البطاطس كيف ما كتشوفو وشعل الفران عندي سخون غنخلي حتى ايه يعني الى نار متوسطة حتى يطبع لخاطره مره مره نقلبوه صافي من بعد ما طاب كيف ما كتشوفو كي جعل هاد الشكل والبطاطس السطقونية اللي بنات كتجير رائع جدا ومقرم شوخة طيبة في الفران كيف ما كتشوفو ما كيشتش الوقت بزاف انا رافقتو مع سلطة ديال الاروس والبطاطس كتجي متبالة بهاد شكل كتجي لديدة بزاف نتمنى اتنال الاعجاب ديالكم هاد واجبة الغداء او للعشاء واتنسوش تدعموني باللايكات ديالكم والتعالق رائع وشكرا اشتركوا في القناة